دي حاجة كويس اه وفي حاجة اسمان معنى صحيح بتقول لنا في المقالات انه اه احنا تطورنا في قايمة المعرفة بقينا التمانين في العالم لا انا موتش كده لا 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 هو هو لا لا طريق شاول قال كده انا موتش كده انا معرفش دي معرفش دي بصراحة يعني انا مدرش انا مدرش انا فيها او او كده انما انما راي متأكده التعليم كارسي 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 يعني الحقيقة انا اللي جازب نظري المناشر اللي تمت في مجلس النواب وان في نائبة محترمة ناشوة ديب اثرت هذا المعضور وقالت ان احنا رقم يعني انا جاب 139 139 والحقيقة انا دي ما انت شايفني كده كل حاجة برجحها بالايه طبعا استاذنا نايمة المذاكر والمستعيد لا 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 لازم نازم وابن سعيد فبصيت لقيت ناشوة ديب جابت فعلا الكلام بتاعتها من بتاعها ده من اه من مصدر معين وخبالك وسليم صح مية والكلام قيته صح مية في المية وانا رح تراجع برضو على مصدر اخر وخبالك لان اكتشفت برضو انه التعليم فعلا في مصر بكل المعايير في ادنى درجة المؤشر اللي جابت ناشوة ديب كان بتاع ديفوس وفعلا طلع مصر وخبالك 139 139 وصحيح على العالم الكلام اللي لديته كان صحيح المشكلة على العالم ده حتى على مستوى العربي بالضبط ما قالته ناشوة ديب في اخر القائمة كارثة كارثة ده مصر العلمة العربي كله ده معلمين مصر هم العلمة العربي كله رحت برضو في موقع تاني بس دخلت عليه اسمه بي او سي اظن مش عارب اسمه ايه برضو قال اللي هو اللي يعتبر مصدر رئيسي ليه قال ترتيبنا مرضو طواب لا ده مظاهر بالضبط هو بتاع ده 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 المؤشر بتاع المؤشر المؤشر الاقتصادي بتاع ديفوس وطلعنا احنا فعلا وخبال حضراتك 139 وخبالك وفي النسبة بيه لمصر وفي اخر البلاد العربية المتاع تاني برضو اسمه سي او ولد ماجازين دي اعتبر من اهم المجلات بتاعة العلماء متخصصة بجالة تعليم الاكاديمية بص يا سيد قالت لك الترقيم هو كمالي اسرائيل نمرة واحد ده بالنسبة للشرق الاوسط نمرة اثنين الامارات تلاتة السعودية اربعة كويت خمسة البحرين ستة توني سبعة ومان سبعة ثمانية قطر لبنان الاردو الليبي مصر مش ظهر اصلا اذا تدهور التعليم في مصر اصبح مسألة مسلم بها في الدنيا بس هو حتى دكتور طبق الشاوي طبقا لمقالات حضرتك بيقول انه اه احنا محتاجين مية وثلاثر مية وثلاثين مليار جنيه عشان نطور المدارس مع دلاشة غير اتناشر مليار طب ما هديك ونفسه بيعترف طب انت من نفسك بيعترف انا لو منك مع احترامي لطارق الشاوي اذا كنت انا شايفي هذا الوضع هستقيل لان انا شغلتي ان انا اقدم تعليم مش ان انا او اجيب المية وثمانتاشر مليار اتصرف اتصرف واختبالك لان فعلا لازم اعمل كده انه في الحقيقة ما حصلش انه بتقول لي معرفة ماشي وبنك المعرفة كلها كويس دكتور اسامة الغزالي حرب في المقالات بيقول لنا وفي حواره بيقول لنا انه فيه اهتمام من وزير التعليم بالمعرفة ومفيش اهتمام بالتعليم وبيقول لنا انه لازم ننسى خالص التعليم الخاص بتاع الناس الاغنية دولة مدهش لما ارناه عن السيدة وفاء وقرر دكتور اسامة الغزالي حرب انه يعني يعني يشرفنا بحضور سيدة وفاء نفسها محل كتابة مقاله عن كيف تعاني الاسرة المصرية في قضية التعليم فهنستضيف بعض الفاصل سيدة وفاء لتتحدث مع كاتبها عن واقعها بعض الفاصل